20 سنة بيلبسنا ترى مش يقدر يعمل اكتفتي مش يقدر يعمل نشاطات مش يقدر يتحرك كتير فهيبدأ يفكر في تصريح ابصار تصريح الابصار قضية مهم جدا 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 بس انا عايز اقول لكم على حاجة يعني يعني الابصار تصريحه بقى مهم جدا وفيه روابط يعني فيه دراسة الدراسة ديت الحقيقة لازم نبص لها بشكل تركيزي كبير جدا ونفهم منها حاجات مهمة قوي ده لسه بتقول ايه بتقول ان ضعف الابصار في سن معين متقدم يؤدي الى تراجع معرفي ورابطت الدراسة بين ان ضعف الرؤية بيقلل قدرة الناس على المشاركة ضعف الرؤية ضعف الابصار بيقلل قدرة الناس على المشاركة في النشاطات وده بيقلل التحفيز الدماغي ده بيحصل لو شاب بيلبس نضارة والنضارة دي بتخليه مش عارف يلعب تنس مش عارف يعوم لانه مش عارف بالنضارة العدسات مش عارف يعوم بيها كويس مش عارف يلعب رياضة مش عارف يتحرك كتير لان النضارة اعاقة اساسية بالنسبة للشباب والكبار فالربط هنا هو صح ربطوها على سن كبير شوية لكن انا بقول انه لو واحد بيلبس نضارة او بيلبس على المشاركة وبالتالي مش هشوف كويس وبالتالي النشاطات والحركية الاقل من غيره وكل حركة بالنسبة له ليه حسابات ده انا مش هقدر اعمل عشان انا بيلبس نضارة مش هقدر العب تنس مش هقدر العب كورة مش هقدر عموم مش هقدر اخرج النهاردة في الفترات طويلة ده كله اسمه عوامل تقلل الحتة دي اللي اسمها التحفيز الدماغ التحفيز الدماغ دي قصة كبيرة جدا الدراسة دي نشرتها الدليميل البريطانية وتعاملت اساسا البروفيسور اندروس تيبتو هو اللي عملها من كلية لندن الجامعية ولذلك وربطها بخطرة الخرف يعني خطر الخرف لعا انه المسألة بتزيد مع الناس اللي ما بتصححش الابصار ولذلك رجعنا لكلمة مهمة جدا اسمها تصفح الابصار عند الناس اللي عندها مشاكل في انكسار الرؤية انكسار الضوء او مشاكل بصرية معينة عشان نقول هتتعامل ازاي النهاردة حوار مهم جدا عن واحدة من اساليب تصحيح الابصار ديت والنهاردة حلقة مهمة لانه احنا بنقول انه في حاجات معينة اتعاملت وبدأت في تصحيح الابصار بدأت تكون دلوقتي في مرتبة مهمة جدا النهاردة حوار اكيد مع ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامة في عالم تصحيح الابصار في عالم العيون واكيد ساهم بقدر كبير جدا في الثقافة في هذا المجال الصعب جدا ضيف العزيز المبدأ في حواره دائما استاذ الدكتور احمد عدسام تكوين الوش نفسو والعينين رسمة العين نفسيها تديك احاق انه عنده حوار لكنهم у م عندهش حوار هل الليذر السطحي option ولا في حالات ينسبها الليذر السطحي وحالات لم ينسبها leazic في حالات ينسبها الليذر السطحي وليزق وفي حالات ينسبها الليذر السطحي ما ينسبهاش الليذر الناس لسة بعد ده ثقافة التفلقة بين الليزك وبين الليزر السطحي أنا عملت الليزك النهاردة جالي مية بيضة بعد 20 سنة مش عشان أنا عملت الليزك عشان أنا مكتوب لي هييلي مية بيضة في نوع تاني من ضعف النظر بقى اللي هو نتيجة الليزك نفسه هنا لازم نتدخل الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون جامعة عين شمس زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية عضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحة العيون عضو الجمعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء عضو الجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الانكسار 25 بحثا منشورا دوليا أكثر من 100 بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية ضيف العزيز الأستاذ الدكتور أحمد عساف أستاذ جراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس وزميل كلية الجراحين الملكية البريطانية وعضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحات العيون والجراحات المياه البيضاء وعضو الجمعية الأمريكية لإصلاح ويوب الإبصار 25 بحث منشور دولي ما شاء الله وأكثر من 100 بحث تم عرضه في المؤتمرات السنوية للجمعية الأوروبية أهلا بك دكتور أحمد بيه هم 25 بحث ما شاء الله منشورين دولي أه اه ذي أهم حاجة إن هي مش مجرد مجلات عادي يا رب دي من صعب جدا إن أشري فيها ما شاء الله أنا هبدأ بسؤال قبل بروح بتحصيح الإبصار المعنى بتاع إنه شاب تتخيل منه طفل أساساً بيلبس ندارة فترة طفولة مفيش فرصة لتفصيح الأبصار بالليزي بننتظر لغاية سنة 18 سنة عند 20 سنة المسألة مستمرة طول عمره بيلبس ندارة ملعبش رياضات كتيرة معملش حياة فيه حاجات كتيرة فاتيته كبر 30 سنة 40 سنة وبرضه الندارة هي المسوطرة حياته أول عدسات لصقة في بعض المناسبات أكيد فكرة الإدراك المعرفي اللي هو يعني سيمن أو في الديلي مين لما ذكرت أنا بس عايز أراجع مين اللي أعملها أكيد بتتأثر أكيد حياته الاجتماعية بتتأثر أكيد اتصاله بالناس بيتأثر وأكيد صحته النفسية كمان هتتأثر مش مجرد حياته الاجتماعية بس صحة نفسية لما بيحس إنه هو يعني إحنا بنقول الندارة في بعض الأواقب بنقول هي إعاقة يعني هو ما قدرش يتحرك أو ما قدرش يمشي أو ما قدرش يمارس حياته إلا ما يلبس الندارة زي ما يكون واحد ماشي بوكاس يعني أنت ما ينفعش تمشي من غير أوكاس فأنت دلوقتي يعني برضو من زوي الاحتياجات الخاصة أنت محتاج إلى أوكاس تمشي به فبالتالي نفس الكلام ممكن نبص لموضوع الندارة بهذا الشكل لكن هي طبعا إحنا بنقول دايما في الأطفال الصغيرين هي دي مرحلة نمو والعين بتنمو وطالما العين بتنمو في مقاسات الإبصار أو مقاسات الندارة تختلف كل شوية فبالتالي ما ينفعش أن احنا نعمل عملية إصلاح الإبصار للأطفال الصغيرين فأنا ألتزم بالندارة الطبية لغاية لما النظر يستقر وده جرع العادة فيه البنات بيستقر بدري شوية عن سن 18 سنة في الولايات بيتأخر شوية صغيرين عن سن 21 أو 21 سنة وبالمناسبة الأرقام دي مش أرقام سابتة يعني ممكن في بعض البنات ممكن النظر يستقر بعد 18 وفي بعض الوقت يستقر قبل سن 20 يعني أهم حاجة نحن نتأكد أن مقاس الندارة ما بقاش يتغير في زيارتين متتاليتين يكون فرق بينهم حوالي سنة تقريبا علشان نضمن النظر يستقر وهنا بناء بين العملية إصلاح الإبصار لكن في الفترة ما قبل هذا طبعا الندارة الحل الوحيد قدامنا لكن ما لها وما عليها يعني ليها عيوب وليها مميزات هي طبعا مميزات تانية أسأل حل أن نخلي الطفل أو الشاب الصغير أن هو يشوف كويس لكن ليها طبعا إمباكت أو ليها أثر من ناحية الإدراك المعرفي من ناحية الأثر الاجتماعي من ناحية كمان الحالة النفسية بتاعة الشخص أندروس تيبتر هو قال خطر الإصابة بالخرف يعني بتأخر الوظافة المخية مرتبط بضعف الإبصار هي دي جديدة بصراحة أنا ما سمعتهاش قبل كده بس فعلا واضح أنه هو ممكن يكون فيه علاقة ما بين طبعا حاجة على مدى البعيد يعني ما بين الخرف اللي هو على مدى البعيد مع الشيخوخة في السنوة تأخر الإدراك المعرفي في الطفولة أو في فترة الشباب المبكرة الليزر السطحي إيه هو الليزر الليزر السطحي هو عمتا هو أول عمليات الليزر ظهرت لإصلاح الإبصار كان هو الليزر السطحي وبعدين بعد كده هو تطور الموضوع إلى كلمة ليزك والفارمة بين الاتنين إن الليزر السطحي إن الليزر بينزل على السطح القرانية الليزك بنعمل قطع في القرانية طب ليه ليه الليزر السطحي اختفى شوية وظهر مكانه الليزك وبعدين دلوقتي بقينا نرجع للليزر السطحي تاني بس بأجيال متطورة شوية غريب الفكرة ببساطة شديدة فكرة الليزر إن الليزر بيشتغل على القرانية إيه هي القرانية؟ هو السطح الخارجي من العين السطح الشفاف من العين هو القرانية القرانية دي لو إحنا شفناها تشريحيا بتتكون من طبقات كتيرة جدا الطبقات السطحية اللي هي لو إحنا شفناها باللون الأزرق هنا دي الطبقة اللي فيها شبكة الأعصاب اللي بتحس بالألم ودي دي مهمة جدا بحيث إن هو لو إنت ماشي في الشارع وفيه رملة أو فيه حصواية أو فيه رمش دخل فيه العين هتحس بألم وألم حاد وشديد عشان تعرف إن فيه مشكلة علشان تحاول تعالج الموضوع دي قبل ما يعمل خدش فيه سطح القرانية عشان القرانية دي لو حصل فيها خدش دي يبقى دافع للبكتيري إن يعمل مشاكل فيه السطح القرانية ويأثر طبعا على النظر ويسيب سحابات وكلام كده فالطبقة الخارجية دي هي دي اللي فيها الأعصاب الزمان كان بيعمل إيه؟ كل الفكرة ببساطة شدير إنه بيشكل القرانية بدل ما القرانية تبقى كده هوت يفلطحها شوية صغيرين عشان يعالج أسر النظر ولو القرانية كده وعايز يعالج طول النظر يخليها مقوسة أكتر ففكرة اللي إذا هو بيصنفر القرانية يقام ما يخليها مقوسة أكتر يقام ما يكون مقوسة أقل عشان يعالج يقام هنا هوت عايز يعالج طول نظر يخليها مقوسة أكتر عايز يعالج أسر نظر يخليها مقوسة أقل طيب اللي إذا لما كان بينزل على سطح القرانية بينزل على طبقة الحساسة اللي بتحس بالألم فبالتالي المريض بعد العملية كان بيحس بألم شديد حرقان وشكشكة في العين فاضيع ودموع كتيرة جدا بتنزل من هنا بتستمر لغاية 4 أو 5 تقام عشان احنا اشتغلنا على المنطقة الحساسة بتاعة القرانية لانه وقت لما يحصل التقام ويبتدي بعد كده النظر يستعيد قدرته المريض يستعيد قدرته على الإبصار في خلال أسبوع أو أسبوعين بعد العملية فترة النقاها الطويلة دي مكانتش مناسبة هي تتعامل عمليات الليزر أو تاخد شعبية على جموع الناس انه هو هتحتاج تاخد أجازة من شوالك حوالي أسبوعين هتستحمد شوية ألم وحرقان وشكشكة شداد 4 أو 5 تيام بعد لما الليزر يشتغل على سطح القرانية فعشان كده سميناه الليزر السطحي ظهر الليزك الليزك ايه خلاص احنا هنشيل الطبقة اللي هي الحساسة دي هنعمل قطع في القرانية ونشيل الطبقة الحساسة اللي هي فيها الألم اللي بتحس بالواجع هنبعدها عن مصار الليزر هنعملها كده ونخلي الليزر ينزل يشكلنا القرانية على مستوى طبقات القرانية الداخلية ونرجع الطبقة الحساسة دي تاني كأنها ما تلمستش فبالتالي المريض ما بيحسش بألم بعد العملية فترة النقاها بتكون سريعة جدا في خلال يوم أو مين يقدر المريض يستعيد نشاطه الطبيعي تاني ويرجع شغله يمكن لو حس بحاجة ألم يمكن يحس بشكة خفيفة كأنه حسواية أو لمش في العين لقطة ما يحصل الالتقام في خلال أسبوع أو أسبوعين بيبقى ما فيش أي ألم خارس فده الفرما بين كلمة ليزك وليزر سطحي ليزر سطحي بيشتغل على سطح القرانية الحساس اللي بيحس بيه الألم اللي فيه طبقة أو شبكة الأعصاب الليزك أنا بابعد هذه الطبقة عن سطح عن مصاري الليزر علشان المريض يستعيد قدرته على النظر بسرعة وفترة النقاها تكون سريعة وما يحسش بألم قبل العملية وقت العملية أسف أو بعد العملية فطبعاً الليزك خد شعبية أكتر خد شعبية أكتر طبعاً عشان فترة النقاها أسهل وأقصر لكن القطة اللي في القرانية ده ممكن يضعف نسيج القرانية وده ما يبقاش مناسب لناس كتير كان زمان أول ما الليزك ظهر كله بيعمل الليزك اكتشفنا بعد كده أن مش كل قرانية ومش كل عين ينفعلها الليزك فيرجعنا تاني للموضة القديمة بتاعة الليزر السطحي أن احنا نعمل نصلح على سطح القرانية ونشتغل على طبقة الأعصاب اللي هي بتحس بالألم في سبيل أن أنا أتفادى أن أنا أضع في القرانية وأعمل فيها أطعام فإحنا رجعنا للموضة دي تاني الأدينة دي تاني بقى عندنا الليزك وليزر السطحي كان زمان من حوالي مثلاً عشر سنين كان معظم الناس بتعمل الليزك بس وليزر السطحي ده ما كانش ليش عبية علشان فترة النقاها الطويلة دلوقتي اللي نقول بقى أن ما عليش نستحمل شوية صغيرين وبعد العملية في سبيل أن أنا أضمن أن يبقى القرانية بتاعتي ما تبقاش ضعيفة بعد العملية هنا الليزر السطحي أنا بيشتغل على سطح القرانية مو بأشارة كده ما عملناش قطع في القرانية خالص وده بيناسب بالذات في الحالات اللي هي قرانية فيها رفيعة هنا بنركب ساعة عدسة لصقة بحيث أن المريض يقلل بس شوية إحساس الألم بعد العملية العدسة الله سقا ديته بل هدف منها بس للحماية مش عشان المريض يشوف بيها كويس هو يشوف كويس بعد العملية بس لما يخلص فضرة النقاها بتاعته لها بتستمر حوالي أسبوع أو أسبوعين بعد العملية ده فكرة الليزر السطحي الليزك أنا هعمل قطع في القرانية أعتقد الأنيميشن هايبان كمان شوية نبين إحنا بنعمل قطع في القرانية والقطع هنا ممكن نعمله إما بقى بمشرة كده اسمه ليزك يعملوا بليزر مخصوص اسمه فامتو فبنسميها فامتو ليزك فهنا هو الوضع هنا ده الأنيميشن هنا بيبين الفامتو ليزك دي الخطوة الأولانية بعمل قطع يعني أنا بشيل دلوقتي الطبقة الحساسة بتاعت القرانية اللي فيها الألم هبعدها عن مصار الليزر هنعمل القطع دلوقتي وهترفع كده ترفعت عن مصار الليزر هننزل بعد كده شعال ليزر اللي هو هيشكل سطح القرانية بدلوقتي علشان يعالج أسر النظر يعالج طول النظر أو يعالج الأستيجماتيز ونرجع الطبقة السطحية دي تاني اللي فيها الإحساس أو فيها الأعصاب متل ما ستش وبالتالي المريض مش هيحسب ألم بعد العملية ده الفرق ما بين الليزك والليزر السطحي وقولنا الليزك ممكن يكون ليزك يعني أنا استخدمت فيه مشرة أو فامتو ليزك يعني ما استخدمتش مشرة وعملت القطع ده بالفامتو ليزر انت لما قولنا دول لازم برضو نذكر معهم بقية المجموعة الفامتو سمايل الفامتو سمايل برضو هو ده جيل جديد من الليزر هو بيعتمد على الفامتو ليزر برضو بيعمل قطع بس عشان الناس كتير فاكرة ان الفامتو سمايل ما بيعملش قطع لا هو بيعمل قطع في القرانية بس في طبقات القرانية الداخلية ما بيعملش يعني بيعدي بيخترق الطبقة الحساسة ما بيلمسهاش خالص ويعمل القطع من تحت الطبقة الحساسة من القرانية وبيشيل من القرنية ما يشكل أو ما يشبه شكل العدسة يعني بشيل من القرنية ما يشبه شكل العدسة عشان أعالج أسر نظر أو أستجماتيزم الفامتو سمايل حتى هذه اللحظة مش معتمد دولين أنه هو يعالج طول النظر هو بس من ضمن عيوب الفامتو سمايل أنه هو بيعالج أسر النظر وبيعالج الأستجماتيزم يمكن بدقة إلى حد مقبولة لكن مش بدقة الفامتو ليزك السؤال من يصلح له الليزر السطحي ومن لا يصلح له الليزر السطحي هو الليزر السطحي بيصلح دايما في الناس اللي عندهم دايما أسر نظر بدرجات متوسطة أو قليلة يعني منتكلم من سالب نص لسالب 4، 5، 6، ممكن نوصل غد سالب 7 أو 8 لكن هو ده الرينج أو المجال المناسب لعمل الليزر السطحي ودايما بنفضل الليزر السطحي أو نتحيز إحنا كده كترة للليزر السطحي لما نلاقي القرانية بتاعة الشخص تكون رفاعة وخايفين لو عمدنا القطع في القرانية تبقى أضعف من الأول دي عملية الليزر السطحي هنا وقت اللي عملية مباشرة تبقى نقول للمريض بصوا قدامك على النور القدامك النور ده ممكن يكون لونه أحمر أو لونه أخضر على حسب نوع الجهاز وقادي الليزر هنا بيشتغل على السطح القرانية بيشكل أو بيصنفر القرانية الشكل اللي أنا عايزه عشان أصلح أسر النظر أو الأستجماتيزم أو طول النظر العملية بسيطة جدا بتاخد لها الثواني معدودة المريض ما بيحسش بحاجة خالص من ميزتها أن هي نوتوتش يعني ما فيش حاجة بتلمس الليين خالص أن هي كلها من أولا لأخيرها ليزر هو شوعا فعلا ليزر بيصلح القرانية ويحطه عدسة لسقى والمريض بيروح البيت بس بنديره بقى أطارات مسكنة أطارات طبعا مضادات حيوية مضادات للالتهاب أطارات مسكنة مهمة جدا عشان بتقلل شوية الوجع اللي ممكن يحس بيه بعد العملية وبالنبه المريض أن هو هيحس بألام بعد العملية شكشكة وحرقان لفترة 4-5 تيام ممكن يحس بشبورة فعني لمدة أسبوعين بعد العملية لغاية لما النظر يستعيد قدرته على الإبصار تاني إيه يمنع لنعمل العملية دي؟ يمنع الدرجات للأسر النظر الشديدة لأنه هو لقينا لما منعمل ليزر السطحي فيه سالب أكتر من سالب 8-9-11 ممكن يسيط سحابات على القرانية فبالتالي السحابات دي بدي بقى صعب جدا علاجها وبتأثر على النظر على المدى البعيد فبالتالي ما بنفضلش نعمل الليزر السطحي فيه المقاسات العالية الليزر السطحي معمول للأسر النظر للمقاسات القليلة أو المتوسطة لما نلاقي المقاسات العالية بنتحيز أكتر للليزك طالما أن فحوصات القرانية بتسمح بعمل الليزك نهاية القرانية تكون سمكها مناسب شكل القرانية التضريص القرانية نفسها أو تخطيط القرانية يكون مناسب ويبقى الدكتور نفسه يبقى مطمن أنه هو القرانية دي هتتحمل أنه نعمل فيها القطع من غير ما يحصل فيها ضعف مستقبلي في القرانية ويؤدي إلى تدهور في النظر بعد كده اللي بيعانوا من جفاف العين دول قضية مهمة ده مهم جدا أنه هو يعني طبقة الأعصاب دي مهمة جدا علشان هي دي اللي بتدي إشارات للمخ عشان يبعد بالدواء طبقة الأعصاب الموجودة في سطح القرانية القرانية فيها طبقة أعصاب بالزبط اللي هي اللي بتحس خلاص دي من ضمنها كمان مهمة جدا تدي إشارات للغدة الدمعية علشان تفرز الدموع طبقة الأعصاب دي لو أنا قطعتها وقت أنا بعمل لزك مش هتدي الإشارات بصورة متكررة زي الأول للغدة الدمعية علشان تفرز الدموع فإفراز الغدة الدمعية للدموع هيقل بعد اللزك وده بيعمل جفاف بعد اللزك هنا دي طبقة هنا هو ده تشريح القرانية لو إحنا بصينا دي طبقة السطحية من القرانية هتلاقي إن طبقة الأعصاب دايما موجودة في طبقات السطحية بتاعة القرانية كل ما ننزل تحت في طبقات القرانية ما يبقاش فيها أعصاب ما يبقى هنا الإحساس بيكون قليل وبالتالي كمان طالما الأعصاب قليلة يبقى إفراز الدموع هنا مش مرتبط لو أنا اشتغلت على صفحة القرانية الداخلي مش هيبقى فيه جفاف في العين زي ما أنا بشتغل على سطح القرانية الخارج ومن هنا الفيمتو سمايل ما بيعملش جفاف زي الليزك من الفيمتو سمايل أنا بشتغل تحت هذي الطبقة السطحية من القرانية وبالتالي ما بأسرش على الأعصاب ما بأسرش على الديرة المغلقة ما بين الأعصاب وما بين الغدة الدمعية عشان تفرز دموع وبالتالي الجفاف مش هيكرر كتير بعد الفيمتو سمايل زي ما بيحصل مع الفيمتو لزك أنا بأكد إنه مش بيحصل كتير يعني معانها إنه ممكن يحصل جفاف بعد الفيمتو سمايل لكن مش بصورة مطلقة إنه مفيش جفاف لا ممكن يحصل جفاف بعد الفيمتو سمايل بس مش بنفس الدرجة زي ما بيحصل مع الفامتوليزك فيه سؤال محاكا هنسمعه دلوقتي ودايما السؤال بالنسبة للجمهور كتير بيبقى مقارنات فأكيد السؤال هيكون مقارنة تعالوا نسمع مع بعض دكتور هو إيه الفرق ما بين عمليات الليزك والفامتوليزك علشان أنا سمعت أن الفامتوليزك بتقعد أكتر أو تأثيرها بيكون أطول لكن الليزك بحتاج أن أنا أعملها تاني بعد خمس سنين فهل ده صحيح ولا لا؟ ده سؤالين في سؤال واحد الفرق ما بين الليزك والفامتوليزك احنا بنعيده تاني إنه هو إن فيه كلمة ليزك بعمل قطع في القرانية لازم بقى أستاذ المشاهدين فهم إن ليزك يعني هعمل قطع في القرانية هعمل بقى القطع إزاي؟ هعمله بمشرة ده اسمه ليزك هعمله بمشرة عبارة عن ليزر اسمه فامتوليزر فاسمها فامتوليزك طيب مين الأحسن؟ أكيد الفامتوليزك ليه؟ لأن أنا بتحكم بالسمك الطبقة اللي أنا عايز أبعدها عن مصاري الليزر كلما الطبقة دي تكون رفاية كلما يكون في مصلحة المريض كلما بيديني ثبات للنظر أكتر كلما بيديني أمان أكتر كلما بيديني دقة أكتر فبالتالي الفامتوليزك أكيد هيبقى أحسن من الليزك طيب هي بتسأل سؤال أنا سماعت أن الليزك بالنظر بيدعف والفامتوليزك النظر ما بيدعفش هو ده مش صح إلا لو أنا فعلا في الليزك خدت طبقة أكتر من اللي أنا عايزها المشرة وانا بعمل الليزك المشرة ممكن يخم الجراحة مو يبقاش دقيق قوي فممكن أنا عايز أخد طبقة عبارة عن سمكها مية وعشرين مثلا من الألف من المالي شوف حضرتك الأرقام قد إيه سوغيرك فرص ينزل لمية وخمسين مايكرو فرق تلاتين مايكرو تلاتين من الألف لأ ده يفرق معنا إحنا في دكاترنت العيوني يفرق معنا كتير قوي لو خد طبقة سميكة من القرانية هيضع في القرانية أكتر وده ممكن يترجم في صورة ضعف في النظر على مدى البعيد أكتر لو إحنا أكتر من لو إحنا عملنا الفامتوليزك فالفامتوليزك بيديني ثبات في النظر أكتر عشان أنا بأخذ الطبقة دي تبقى أرفع وبتحكم فيها بالدقة أعلى بالفامتوليزر لكن الليزك العادي بستخدم مشرط وبالتالي ممكن المشرط ياخد سمك أكتر من الليزم وده يترجم في صورة تدهور في النظر على المدى البعيد العدسات اللصقة سؤال أكيد مهم جداً والعدسات اللصقة جزء مهم جداً من معادلة تصيح الإبصار بمشاكلها ما هي جزء بمشاكلها وهي بمشاكلها جزء لا يستهم به وهي اللي هتخليني أنظر للسؤال اللي جاي لنا من جمهورنا في الشارع نظرة اهتمام شديد للغاية تعالوا نسمع الشارع بيقوليني هو ليه دائماً لما يجي نحط العادة الصفقينة بنلاقي فيه وجه على طول أنا عايزة أعرف إيه بس الدرر بتاعها وإيه الفايدة بتاعتها ده سؤال جميل هنبتدي بالإجابة السهلة هو إيه هو قال إيه الدرر بتاعها وإيه الفايدة بتاعتها الفايدة بتاعتها يشوف أوضح هشوف كويس وخلاص هي أيها بالزبط يعني زي النظارة وسعاد بتدي رؤية أوضح من النظارة نظارة بتصغر حجم الحاجة فلو مأساته عالية مثلاً لو سالب عشرة فهو بيشوف الحاجة أزغر من حجمها الحقيقي حوالي 30% لكن العادسة الأسقى بيشوفها تقريباً بحجمها الحقيقي وده بينعكس بصورة دقة في الإفسار أحسن فده إيه مميزات العادسات الأسقى؟ أضرارها طبعاً أضرارها كتير جداً أولاً أنت بتحط جسم غريب على سطح القرانية وإحنا رساً إلينا حالاً سطح القرانية ده مليان طبقة أعصاب وشبكة أعصاب حساسة جداً عشان دي لها الحماية دي ربنا خلينا بها لحماية سطح العين من أي مؤثرات خارجية لو جسم غريب زي رملة أو حصوة أو أي حاجة أو شوية وفار هتحس بيهم على طول حس بشكة في العين وتجري تدور على أقرب دكتور عيونه عشان شوف لك المشكلة فين فأنت ما بتحط عليها عادسة الأسقى ده جسم غريب العادسة الأسقى دي المفروض نظرياً تكون عيمة في الدموع يعني هي مش لمسة سطح القرانية لكن بعض الناس بيبعندهم طبقة الدموع قليلاً فبتبقى لمسة سطح القرانية فيحس دايماً باستمرار أن فيه جسم غريب أو يحس أن فيه حصوية في العين مش كده وبس الأسوأ من كده أن الاحتكاك ما بين العادسة وسطح القرانية بيموت بعض الخلايا على سطح القرانية وده مدخل للبكتيريا مدخل للبكتيريا وهنا بقى مربط الفرس لو حصل البكتيريا دخلت هتعمل قرحة قرحة بكتيرية ممكن نعرف نعالجها ممكن ما نعرفش نعالجها تسيب سحاب عقرانية ما تسيبش سحاب عقرانية دي بقى يعني كل واحد وحظ هاروح بقى لكل واحد وحظه عن ساتة اللصقة قبلة موقوتها يا جماعة مش ده تعبير الصحة بالضبط قبلة موقوتها مخيفة هاروح للنقطة تانية أخيرة بقى مهمة بعد البي ار كي عملنا البي ار كي ايه التعليمات العين هي ايه دايما في الفهم تقولوا ما يفرقش كان ايه ما ينامش على مخدات لو عندها طفل العاجات الكلاسيكية ده موجود برضو في البي ار كي اكتر حاجة او اهم حاجة بعد البي ار كي او الليزر السطحي ان هو ما يتعرضش لاشعة الشمس مباشرة عشان اشعة فوق بنافسجية دي بتساعد ان بتلخبط الالتقام بتاع السطح القرانية وممكن تعمل سحابات على القرانية فبالنبه المريض على قل اسبوعين لو هيخرج الشارع ما بنقولش ما تخرجش لا اخرج ما عنديش مشكلة خالص بس البس نظارة شمس الحاجة التانية بننبهه ان هو دايما الاحساس القلم هيبقى مرتبط بالتعرض للاضاءة حتى لو اضاءة داخل الحجرة يعني مش شرط الشمس اضاءة داخل الحجرة هيحس ان فيه شكشكة وحرقان بتزيد معاه فبنقوله ممكن تلبس نظارة شمس حتى وانت قاعد تتفرج على التلفزيون وبنأكد تاني ان المرحلة وقتية هيحست فيها بقلم شكشكة وحرقان في لين هتنتهي سريعا في خلال 3 او 4 ايام بنشيل بعد كده العدسة اللسقة اللي هي المعمولة للحماية بعد العملية والمريض بيستعيد نشاطه في خلال اسبوعين حتى لو شاف شبورة فبنطمنه مفيش مشكلة الميزة هي نقود في الليزر السطحي ان هو ممكن بعد كده لو حصل المريض داعك دي في عينيه او حتى تخبط في عينيه فمش هيحصل مشاكل زي ما كان احنا بنشوفها مع الليزك لان الليزك لما بنعمل قطع في القرانية الطبقة دي اللي احنا عملنا قطع ورجعناها تاني مكانها واللحمة مكانها برضو بتبقى ضعيفة فعرضة لو تخبط في عينيه بكورة بمضرب باي حاجة وقت رياضة او ما شابه ممكن الطبقة دي تتحرك من مكانها ويحتاج يخش قط العملية التاني علشان نرجعها تاني لكن فالليزر السطحي انا ما عملتش الخطوة دي ما عملتش قطع القرانية فبالتالي طبقات القرانية كلها متمسكة مع بعض دي فلو حصل ان فيه اتخبط في عينيه او حصل اي يعني طبعا لقد اي حاجة يعني لمس تاني مش هتحرك طبقات القرانية دي من مكانها وعشان كده احنا بنفضل الليزر السطحي اكتر للناس اللي بيلعبوا رياضات عنيفة يعني واحد بيلعب بوكس بملاكمة بعض الناس بيلعبوا رياضات حتى كرة قدم نفترض ان ممكن يبكورة تخبط في عينيه فبالتالي احنا ما بنحبش نعمل لزك في الناس اللي بيلعبوا رياضات عنيفة بنحب نعملهم الليزر السطحي وضيف العزيزة الكهمل علمي الكبير الاسسيس دكتور رحمد عساد السطب وجرحات العيون بكلية طب جمعات عين شمس وزميل كلية الجراحين الملكية البريطانية وكلية الجمعية الامريكية للطب وجرحات العيون وجمعات الامريكية الجرحات المياه البيضاء وصاحب ال 25 بحث المنشور دوليا والاكثر من 100 بحث تم عرضه على المؤتمر الثاني والجمعيات الاروبية نورتني وشرفتني ولازم تشرحني المرة جاء إزاي أنا بقرب رجال نظارة غير دلوقتي دي محتاجة حالة دي قصة دي أخد على جنب بقى دي محتاجة لندل تصراحة ألف شكر وتشكر جداً للاستضافة وأنا سعيد بوجود في وسطي الحلقة جاية تشرح لي ليه أنا بقرب رجال نظارة أكيد وليه نفس مايك كولي اللي هم في نفس السن بيقرب نظارة أنا بقرب من غير نظارة أنت بتقرب من غير نظارة برضو من غير نظارة الله ده إحنا ما هو ما ينفعش باب النجار يبقى مخلع أه لا لا المرة دي باب النجار مظبوط كده قضية مهمة في الحلقة القادمة سؤال الأول ليه إحنا ممكن نقرأ يعني بعضنا يقدر من نقرأ طبعاً هيتقرع علينا حلقة اللي بعد كده مش نقدر نقرأ غير من الضارة بس هقول لك الحقيقة معاتش زي الأول آه بس على الأقل بنسميه فانكشنال بيجن يعني المستوى الرؤية يكفيك أنت تقرأ أكيد مش بنفس الدقة الكلام الصغير أو بنفس المسافة لكن على الأقل المسافة العادية اللي احنا بنقرأ عليها والحسن الحظ احنا معظم حياتنا بقيت على الكمبيوتر أكتر مسافة بتبقى أبعد شوية صغرين فلغاً دلوقتي احنا ممكن نقرأ من غير نظار لغاً دلوقتي تلاتينات خليكم بعض دكتور بيجهة بيجهة بيجهة